حصلت قناة الحدث على نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة السنوية لحالة حقوق الإنسان في إيران للنصف الأول من عام 2022 وينتقد التقرير أسليب الحرمان التعصفي من الحياة في إيران قلق بالغ يختصر ما خلص إليه التقرير الأممي حول حالة حقوق الإنسان في إيران بين الأول من يوليو 2021 وحتى الثلاثين من يونيو 2022 التقرير الذي حصلت قناتنا على نسخة منه لن يتطرق لخروق حقوق الإنسان بعد ثلاثين من يونيو 2022 مثل مقتل مهسى أميني في السادس عشر من سبتمبر الفائت ومتلاها أيضا من تظاهرات واحتجاجات واعتقالات واغتيالات أيضا هنا يسأل المراقبون عما كان سيكون عليه التقرير لو شمل فترة ما بعد مقتل أميني التقرير تكلم عن وجود حرمان تعصفي من الحياة يشمل أعدامات واستخدام القوى من قبل الأمن إلى جانب انتهاكات جمى كالتعذيب وغياب العناية الطبية أثناء عمليات الاحتجاز في خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2022 سجلت تقرير الأممي تنفيذ مائتين وواحد وخمسين حكما بالأعدام خمسة وخمسون أعداما نفذ في شهر مايو وهي أعلى نسبة أعدامات شهرية منذ العام الفين وسبعة عشر هنا يلفت التقرير أيضا الأممي إلى وجود قلق من العدد المتزايد من الأعدامات التي تتعرض لها الأقليات والأجانب ومزدوجي الجنسية الإطار القانوني والقضائي يعاني من أوجه قصور كبيرة إذ يكشف التقرير أيضا عن تدني مستوى الأدلة المستخدمة في المحاكم لفرض عقوبات الأعدام أما عن الأساليب أساليب الاستجواب المتبعة فهي لا تتفق نهائيا مع المعايير المتبعة دوليا هذا ويسلط التقرير الأممي أيضا الضوء على عدم تفعيل إطار المسائلة القانونية ضد انتهاكات حقوق الإنسان كالترهيب والتهديد لجماعات المجتمع المدني من دون أن يخفل عن الاعتقالات الجماعية للمدرسين وأعضاء النقابات العمالية